أما هلأ وأول فقراتنا حنفردها لمساحتنا الطبية والأخطاء الطبية اللي كانت مقصودة أو غير مقصودة هنون أكيد بينتجوا عن ثلاث نقاط إن كان الطبيب يلي أحيانا بيأخطئ بتشخيص المرض وإن كان المريض يلي أحيانا كتير مرضى فرح بيأخذوا الأدوية بغير موعد بيشيلوا نوع وبيبدلوا بنوع تاني استخدامات خاطئة أو عدم يمكن ما بيركزوا أو بنتبهوا كتير لترشدات الطبيب أنه كيف نحن لازم نأخذ دول أوقات الجرعة المطلوبة هون الكارثة أكيد حتى الصيدلي أحيانا يخطئ بصرف الوصفة وممكن بطريقة الاستخدام فهدول بشكل مثلث ممكن ينتج عنهم هذا الخطأ الطبي اللي يسبب أشياء سلبية للمريض اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل أوسع معضيفنا لليوم الصيدلي باسل حسن النايب العلمي في كلية الصيدلة جامعة الشام صباح الخير صباح الخير السلام صباح الخيرات السلام باسل حسين أهلا وسهلا بحضرتك أنا دكتور باسل حسين النايب العلمي في كلية الصيدلة جامعة الشام الخاصة الله يعطيكم العافية إن شاء الله تكون أهلا وسهلا بحضرتك مفيدة ولطيفة لسعادة المشاهدين موضوع صباحكم الموضوع كتير مهم موضوع ترشيد استخدام الدواء نسمع نحن عن ترشيد استخدام الكهرباء نسمع عن ترشيد استخدام الماء هذا أكثر شيء نسمع نوع دكتور فهو نفس الفحوة تقريبا لا أذكر بس إحصائيات بسيطة من منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية بتقلك معظم البلدان النامية حوالي خمسين بالمئة من الأشخاص يخضعون لتشخيص أو علاج خاطئ تقريبا واحد ونص مليون سنويا يعانون حول العالم من استخدام الخاطئ للدواء سبعة آلاف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يموتون جراء استخدام سيء للدواء فموضوع ترشيد استخدام الدواء هو موضوع هام هتمت فيه طبعا منظمة الصحة العالمية ومهتمة فيه كل البلدان لناخد صورة عن تعريفه تعريفه حسب المنظمة هو إعطاء المريض العلاج المناسب الذي يناسب احتياجاته السريرية بما يخدمه بجرعات فردية وخلال وقت الكورس العلاجي يجب أن يأخذه بشكل كامل وبالكلفة الأقل كمان موضوع الكلفة موضوع مهم في ترشيد استخدام الدواء مثل ما حكينا عن الكهرباء عن الماء عن الغاز كمان هذا موضوع لأنه يضر بالاتصاد لناخد فكرة التي تفضلت فيه حضرتك هو الحلقة السلاسية أو الحلقة التبعية الطبية طبعا تبدأ بالمريض وتنتهي أيضا بالمريض فالمريض هو الأهم في هذه الحلقة عندما يشكل مريض من أي عراض هذا العراض من منزل ممكن يكون مغص إسهال ممكن ضغوط أي عراض بيذهب لأوين للصيدالي الصيدالي هو الأقرب تعرفوا كل حارة تقريبا سعر فيه صيدالية بكل شارع خاصة هلا كمان دكتور مع التكاليف العالية لزيارة الطبيب عم نشوف أنه الصيدالي عم يحل أحيانا ببعض المناطق وبعض الظروف مكانه الطبيب مزبوط الكلفة العالية بده يروح يفكر أنه عن طبيب كشفية أو لمشفى ممكن يفوت والكلفة طبعا موضوع مهم راح لعنده الصيدالي الصيدالي له القدرة يميز بين أعراض الخطيرة والأعراض البسيطة فهو بقى بده يوجهه لنقول أنه أعراض خطيرة شاف ضغطه مرتفع فوق العشرين فهو ما بيحسين يشخص مراد ولا بيحسين يعطيه دواء قال له روح على الطبيب طبيب بده يصف له الدواء المناسب حسب الحالة طبعا هو بيستعين الصور الشعاعية بالتحاليل الدقيقة أحيانا ياخد تشخيص دقيق عطا التشخيص عطا الوصفة النظامية راحة الوصفة النظامية لعنده الصيدالي من جديد صرف له إياها راح نقول كل شي سليم لهلأ رجع المريض على البيت واستخدمه وحسب الكورس العلاجي حسب إرشادات الاستعمال يدي آلة الصيدالي فهون ما فيه حالة مثالية ولكن الواقع حسب منظمة الصحة العالمية غير هي المريض وقت يشكل من أعراض يروح أحيانا لطبيب طبيب مثل ما يقولون العوام فيه طبيب شاطر طبيب مشاطر طبيب معجوق طبيب مزدحن عنده شغله فممكن أحد الأطباء أنه يخطئ نحنا معنا معصومين عن الخطأ أخطأ في التشخيص ما ستعان مثلا بالتحاليل استعجال وبتعرفوا الأعراض أحيانا تتشابه بين كثير من الأمراض فأعطاه وصفة هذه الوصفة لا تتناسب مع حالته المرضية صرف طبعا السيدة ليعطاه الإرشادات ولكنه ما استفاد المريض إذا فقط صار عنده تأثيرات سمية وتأثيرات جانبية ومشاكل تمام ممكن الطبيب أيضا ينسى أو حتى المريض ينسى أنه شو أخذ دواه نحنا بتعرفوا نحنا المرضى متعودين نروح على طبيب واثنين واثلاثة بعدين لنشوف يدي نرتح له راحة نفسية وإلى إحساس كمان نفسي يعني مريح بالعلاج فممكن أخذ كيس دواه نسي دواه من هالأدوية الطبيب ما عرف شو عنده كل هالأدوية أو قال له هالأدوية من عدد دوا ضل بالبيت وضل هو عم يستخدم وصار فيه شيء اسمه الباخلات دوائية ومشاكل كمان هينتجت عن أنه خطأ بالطبيب أو بالمريض طيب رجع هلأ المريض نعتبر ما صار هذا الخطأ والوصفة نظامية رجع لعند الصيدلي الصيدلي أرى الوصفة تعرفوا خط الأطباء مفهوم ولا لا لا أكيد أنا ابني وقت يكتبوا بخط معنو حلو قال له يلا بدأك تصير الالكتور هاي مشكلة هلأ صار في حل إلهي الوصفة الإلكترونية وشركة بين كل الأطباء هلأ في حل هو الوصفة الإلكترونية أنه يطبع الطبيب وتكون مفهومة كل الأحروف والشكل الصيدراني وكل شيء وحتى طريقة الاستعمال وبعض الدكاتر صاروا يلجأوا له وهي منتلافه هذا الخطأ الطبي هلأ الصيدرلي مو بس هذا الشي اللي بيخليه يخطئ تماما الصيدرلي في تشابه بالأسماء في دواء اسمه مثلا بروستان في دواء اسمه باسبيران في أدوية متشابهة كونترا أولى يعني كريستوميد استعمالاتها مختلفة واستعمالاتها مختلفة تماما هي أسماء تجارية تتشابه بالأسماء ولكن تركيبة مختلف فهواني كمان يقع أحيانا الصيدرلي بالخطأ هلأ الخطأ أحيانا بالعيار عيار الدواء في أدوية عندك الخمسة العشرة العشرين الاربعين الاثمانين ممكن مننا عيارات فممكن يعطي عيار خاطئ ممكن يعطي شكل صيدلاني غير تعرفوا الأشكال الصيدلانية هي الموجودة على رف الصيدلية هذا المستحضر الأنيق الجميل يعني موجود على الرف هو أشكال مختلفة ممكن يكون أقراس ووقت بدي يصرفها بشكل مختلف كمان بتأسي القبر تأثيرها مثلا مختلف تأثيرها سمي ضغري بروح على الدم مو مثل الحاب تأثيرها مديد بيكون وبطيء مو مباشر فكمان هذا خطأ ممكن يتعرض له الصيدلاني أثناء يعني صرفوا للدواء طيب رح نقول للصيدلي كمان لا ما أخطأ ومشي حالة الوصفة وصرفها للمريض المريض راح على المنزل المريض تحسن أول ثلاثة أربعة أيام كنت لك الدواء أول شغلة تقول خاصة حسنت بقى ما بدي الدواء ممكن أنه صار في تأثيرات جانبية للدواء عمل له إسهال عمل له طبعا الصيدلي هو بدي يرشده ويقول له ممكن هذا الدواء يعمل لك إشميران مسيح حبيدة هذا الأثار الجانبية دكتور صاح لكل دواء له تأثيرات جانبية ولكنها عادية يعني مهم أنه يتنبه له يعني شاف مساء في دم هو فكر دم بالبول هو لون بيكون البول صار أحمر نتيجة الدواء نتيجة تفاعلات استقلابه للدواء هي عادية يعني معنا مشكلة ولكن خاف المريض فأنا بدي ينبهه فالمريض إذا ما تنبه لهذا الشي ممكن يوقف عن استخدام الدواء راح عشغله ونسي الظرف الحاب بالبيت فما رجع أنه يستخدمه يسائد استخدام المريض للدواء كمان شائعة كثير هلأ أي واحد فينا وجعوا رأسه شو بنقل له حبتين سيتامون حبتين سيتامون حبتين ديكلوفيناك فكمان هاد بيعمل تأثيرات سومية حتى لو دواء آمن عن مرة طويل شو الممكن يعمله هدول لحنا كثير شائع هالقصة كثير مستخدمة أزوية على الكرية على الكبد في شيء اسمه تحمل وتعوض كمان ممكن تتحمله بحكي لكم سيرة بسيطة كانوا الملوك أيام زماني يخافوا من التسمم تسمم أكتر شيء كانوا يسمموا بالزرنيخ والزرنيخ نقل لونه أبيض ويروح مع الأكل يحطوا لون نياب الأكل فشو كانوا يعملوا يأخذوا جرعات أطباءهم يعطوهم جرعات صغيرة غير قاتلة من الزرنيخ فصاروا يتعوضوا على الزرنيخ مناعة جيتهم بقى مثل المناعة بتقليلا يعني عن نفس النماط فسموهم ملتهمي الزرنيخ أنه أنا بأخذ الجرعة القاتلة لشخص عادي ولكن أنا متعوض عليها وهذا الشي يلي ممكن يحدث وقت تبضل أنا أخذ مسكينات هذا استخدام عشوائي الأخطر من هيك هو استخدام العشوائي للصادات الحيوية للأنتي بيوتيك كمان صعوبة بالبلع حرقة بالبلعون بروح خذ حب الخمسمية الأحمر والأسود مباشر يعني أنه هذا العلاج ونحن كمان مرد كتير منعطي أدانك على طول لجيراننا لأرايبنا لأهلنا يعني مضرورية يشي ناسبون ناسبنا معلومات عامة صارت دكتور هدو القصاص يعني تخيلي مثلا أنه هي قاعدة هي وجارتها عم تحكي قالت له هذا مانع الحمل كتير ناسبني فيك تستخدم هاتل عطيني العلبة وتروح تستخدم طيب هذا ضبط هرمونات هذا خاص بكل شخص يعني فهذا من الأخطاء الشائعة نحن إذا نعود للمستخدادات الحيوية الصادات الحيوية مشكلتها أنه بتعمل مقاومة حتى على جرسيم يعني تخيلوا هلأ في جرسيم مقاومة على كل أنواع الصادات الحيوية الموجودة وعم تسبب في وفاة الكثيرين حول العالم هاي غير رقص المناعة غير المشاكل اللي بتحصل للشخص الكمان موضوع أخطر منه الموضوع اللي تحدثت فيه تحت الهوا هو الأدوية النفسية الأدوية المهدئة الأدوية المسكينة المركزية هاي بتعمل حالة من التعوض والإدمان وممكن تعمل مشاكل صحية كتير أي حدا مر فينا يعني نحن الكل ونحن يعني بلد طالع من أزمة إن شاء الله ولخير المستقبل بس خلال الأزمة اتعرض لمشاكل نفسية أخذ دوا نفسي حسب الارتياح فصار يأخذه بدون وصفة مثلا الطبيب قال له خلال شهر لا هو صار يأخذه يرتاح عليه ما بينام غير عهي الحبة طبعا هذا خطأ شائع وهذا بيأثر عليه بيتعود عليه وما في حتى بقى يطلق طب هون الدكتور ما بيعرف أنه مريضه حيتعود على هات المنتج طبعا بس هو بيعطيه خلال كورس قال له شهر وبيعمل له شيء اسمه سحب تدريجي شوية شوية بيسحبه من الجسم فهيك ما بيضره ولكن استخدامه المتكرر لا صار مضمين عليه صار متعود عليه دكتور كمعان نسمع أنه من الأخطاء الشائعة أنه بعض الأشخاص والأغلب عنده سيدلية منزلية لكن طريقة حفظ الأدوية هون بيكون فيها خطأ كتير كبير خينا نعرف شو الطريقة الصح وفي مقولة أنه حتى بأدوية الالتهاب أنه هي ممنوعة تستخدم أكتر من أسبوع في حال فتحة العلبة طبعا هذا الشي شو مدى صحته وقدي ممكن تكون يمكن مثل ما منقول مدة الاستعمال للأدوية هلا أدوية الالتهاب اللي هي عبارة هي عبارة عن مسحوق جاف نحضره نحن بمي بتكون هاي المي يعني معادل تحضير الأشكال العقيمة فخلال أسبوعين لازم نستخدم لأنه ممكن يتعرض لمشاكل بالسبات يعني مو ضروري بالجرسيم لا بسباته بالتالي سباته بيأثر على فعاليته فإذن هذا يستخدم خلال أسبوعين ما بصير أنه يستخدم لفترة أكتر حتى لو ضل بالبرار القطورات العينية مثلا يلي هي مو بس معادلة للتوتر للضغط الحلولي للسائل الدمعي لا هي مستحضرات عقيمة كمان وقت بفتحها أنا وبسكرها ممكن تتخلى الجرسيم ممكن تتبخر أو تضيع المادة الحافظة ممكن تتطع أماكن كثير حساسة بالجسم يعني عين فالعين هي الأوضو حساسة كثير بالجسم لهيك هي المستحضرات هي مستحضرات عقيمة في وقتها لازم كمان نرميها بعد أسبوعين الموضوع المهم كثير هو تاريخها أنا عندي سيضالية بالمنزل أي أحد عنده سيضالية هي أدوية اللي من إلا أدوية الأدوية البسيطة اللي تصرف بدون وصفة إذا واحدة من حضراتكم سافرت تأخذ مع مضاد قياء مثلا مضاد إسهال مضاد إمساك شغلات العادية مسكينات ألام نأخذ هالأد على الوقت عم نأخذ هالأد معنا إيه فهي الأدوية الخطأ يلي شائع أحيانا تتشابه إذا شفتي ظل في المترونيدازول يلي هو للإسهال بيشبه الحبين نفس الحجم ونفس الشكل واللون لحبة السيتامول طيب أنا أحيانا عم بفقد عم بفقد الكرتوني يعني أنا أحيانا ما عم بتضلي الكرتوني نفسها لأنه بتاخد حجب راشية تأيدي موجودة كمان عم بفقدها بالصيدلية حتى الظرف معنو مكتوب معنو مكتوبة على الاستخدام مصبوط دكتور وهي بكل الصيدليات الهيئة فهي مشكلة فإنه لازم أنا أكتب بألم إنه ما بيزول يعني مو ألم أزرق مثلا ألم فلمستر مثل ما بيعمل الصيدلي اكتب هذا لشو وكيف أنا كمان بيستخدمه مثلا بيستخدمه حبة ثلاث مرات ممكن حبتين فهي الصيدلية اللي عندي هذا موضوع كتير مهم هو الـ وكمان شروط الحفظ في أدوية مثل الحقان ممكن أنا حطة بالبراد لازم حطة بالبراد والأدوية العادية 15-30 هي درجة حرارة الغرفة التحميل مثلا إذا كان فيه شوب حتى الصيدلي مضطر يحطها بداخل البراد خصوصي وقت انقطاع التيار وما عنده مكيف يشغله للحفاظ على درجة الحرارة فهي أهم شيء بقى بعيدا عن متناول الأطفال كل دواء كل مستحضر موجود بالصيدلية بالنشرة بالغلاف الخارجي بالغلاف الداخلي مكتوب إحفاظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال تعرفوا الشربات الشربات شاني حببها وياخدها الطفل فبيعملوها بألوان وبيعملوها بمكهات بيحط البردقان الفواكه الفريز الطوت فالطفل وقت بديشوف الدواء بديفتحه ويشربه فهذا بيعمل له تسموم يعني بأميركا الولايات المتحدة في 80% من حالات التسمم هي للأطفال الأطفال يعني هنه المعنى وعين يلي تحت الخمس سرعة بسبب الأجمع بسبب سهولة الحصول عليها وبسبب سهولة التسمم فيها نعم دكتور يعني كتير من الأسئلة وكتير عنا استفسارات حول هذا الموضوع لكن خلص الوقت خلص الوقت بسرعة لأن فعلا الموضوع كتير مهم وصر لازم فعلا نضوي عليه بشكل دقيقه وبتفاصيله الصغيرة بدنا نشكرك دكتور أكيد حنكمل حلقات تعني أنا بس بالنهاية شكرا لكم لأصيد عرفتكم أنا بأكد على دور السيدلي بالرعاية الطبية هو مكون أساسي هو مكون أساسي بالحلقة السلسية اللي حكيناها طبيب سيدلي ومريض السيدلي والسيدلي هي ليست مكان فقط لبيع الدواء السيدلي ما نمجرد باعي لا هو مقدم نصيحة طبية هو مقدم رعاية طبية هو الشخص القريب من المريض لهيك نحنا بنسمي السيدلي أو السيدرية بسيدرية المجتمع شكرا لحضورك وموفقين كل الصياد اللي بعملهم أكيد شكرا لك شكرا لك دكتور مرقاني